اشتركوا في القناة في مجال التعايش السلمي وحوار الحضارات وقدمها الشيخ خالد للحاخام نبذة تعرفية عن تجربة البحرين الرائدة في مجال التعايش السلمي وتوطيد قيم التسامح والأخوة وقبول الآخر بين كافة شرائح المجتمع إضافة إلى إطلاعه على أبرز أهداف وأنشطة مركز الملك حمد للتعايش السلمي النابعة من توجيهات ورؤى جلالة الملك المفدة في نشر السلام ونبذ الكراهية في كافة الشعوب والمجتمعات كما استعرض الشيخ خالد خلال الاجتماع أبرز ملامح نموذج البحرين الفريد من نوعه في التسامح والتعايش السلمي والحرية الدينية من بينها وجود مختلف دور العبادة لكافة الأديان السماوية وغير السماوية جنبا إلى جنب على أرض البحرين حيث تمارس طقوصها الدينية بكل حرية وتجانس قل نظيره على مستوى العالم وقال الشيخ خالد إن مركز الملك حمد للتعايش السلمي يهتم بتمثيل كافة مكونات المجتمع البحريني ليكون صورة مصغرة من السياسة البحرينية التي تمثل فيها الأقليات مساحتهم أسوة بباقي أبناء الوطن مؤكدا أن جلالة الملك المفدى مهتم جدا بتقديم الدعم وتوفير البيئة الملائمة للعوائل اليهودية لتواصل حياتها في المملكة وتلبية كافة احتياجاتهم المعيشية وأكد الشيخ خالد أن سياسة الحكيمة لجلالة الملك المفدى قد سهلت مهمة مركز الملك حمد للتعايش السلمي وجعلتها ميسرة في ترجمة واقع التسامح والتعايش السلمي ونقل الصورة الفعلية لحقيقة ملموسة من جهته ثمن الحاخان بريل عالي أن خطوة جلالة الملك المفدى المميزة والكبيرة الداعية إلى التسامح والتعايش السلمي والمحبة ونبذ الفرقة والكراهية بين مختلف أقطار الأرض معتبرا هذا التوجه نادرا في زمن يركز فيه غالبية القادة على الشؤون السياسية يركزون على الشؤون السياسية والاقتصادية والتكنولوجية متجهلين أهمية التعايش السلمي في حل الصراعات والنهوض بنماء البشرية وما لها من دور لا يقل أهمية في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار وأكد الحاخان بريل أن البحرين تشكل نموذجا رائعا لاحترام الجميع ويتمتعون بحقوق متساوية على أرض المملكة ترجمة نانسي قنقر